أفادت دراسة للأمم المتحدة بأن أعداد السائحين على مستوى العالم ستشهد ركوداً هذا العام باستثناء بعض الأسواق الغربية، مما يتسبب في خسائر قد تصل إلى 2.4 تريليون دولار. وأضفت الدراسة أن القطاع ليس من المنتظر أن ينتعش بالكامل قبل 2023. وتابعت الدراسة أن التطعيم ضد مرض كوفيد-19 والحصول على شهادات بذلك أمر حيوي لاستعادة الثقة في السياحة الخارجية التي توفر شريان حياة للعديد من الدول، خاصة الجزر الصغيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على قطاع السياحة في توفير فرص العمل. وتعرض الدراسة ثلاثة سيناريوهات لعام 2021 تظهر تراجع أعداد السياح بين 63 و75% عن مستوياتها قبل الجائحة، مما يتسبب في خسائر تتروح بين 1.7 و2.4 تريليون دولار.